نذهب إلى العاصمة الموريتانية نواكشت وإلى ضيفنا هناك المختار ويلد الشين المحلل السياسي والمتخصص أيضا في الشؤون الأفريقية مرحبا بك سيد المختار إذن اليوم ريمون نودانج سيما هو رئيس مؤقت للوزراء في الجابون له خلفية اقتصادية وهو شخصية معرضة في نفس الوقت هذا الاختيار مبدئيا كيف تقرأه؟ أولا شكرا على الاستضافة على قناتكم المتميزة والرائدة نعم تعين السيد سيمون وهو رئيس زراء سابق وكان عضوا كذلك بالحزب الديمقراطي الجابوني الذي حكم البلاد 55 سنة الماضية ومعارض سابق كذلك للرئيس المخلوع علي بونجو اقتصادي لأن البلد من أسباب الحقيقية لاحتقان وتقدم المعارضة على الرئيس المخلوع أنه هناك أزمة اقتصادية كبيرة لأن الشعب الجابوني 33% حسب احصاءات البونج الدولية عيشوا تحت معدل الفقر وهناك مشاكل كثيرة كذلك اقتصادية وسياسية تدعي أن يأتي رجل جديد وهذا كذلك يعتبر شيئا ما رسالة من المجلس العسكري من الرئيس سينجيما أنها قطيعتهم مع الماضي مع سياسة الرئيس السابق علي بونجو هذا من أجل طمنة كذلك الأسواق الغربية وأسواق النفط باختيار رجل من خيلة اقتصادي جمهورية الغابون نعم طيب هم متطلبات هذه المرحلة الانتقالية وأعتقد أنه على رأسها عدم التدخلات الخارجية وهذا ما أيضا أشار له المجلس العسكري بإشارة إلى الدول العالم التي كان لها موت قدم في الجابون ومنها طبعا أو على رأسها فرنسا ما هي متطلبات هذه المرحلة وأيضا يعني بما أن الرئيس المؤقت هو شخصية اقتصادية هل في هذه المرحلة من شأنه أن يدعم الاقتصاد في الجابون وأيضا مسألة أخرى وهي تتعلق بالإرهاب كيف يمنعه هذه هي سيلة مودة شعبة ومفيدة المهم أن هي مرحلة انتقالية مبدئيا سيكون هناك رئيس وزراء لمرحلة انتقالية لأن المترشح ومرشح المعارضة للانتخابات الشهر الماضي رفض شيئا ما مع أنه حدث الحوار في بيته مع الرئيس إنجيما إلا أنه يجب اختياره شخصية تكنقراطية من أجل عادة البلد إلى المسار الاقتصادي السليم فيما يتعلق بالتدخلات الأجنبية والموضوع الآخر المهم والذي هو قضية الإرهاب مثلا فرنسا شيئا ما قبلت المرحلة الانتقالية وفي الكواليس أول سفير التقى به الرئيس إنجيما كان السفير الفرنسي من أجل توضيحه الحقيقة لأن علي بونجو الرئيس المخلوع السنوات الماضية تقارب جدا من الصين جمهورية الصين الشعبية ودخل منظمة الكومونورث وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة المغربية ذلك اليوم جمهورية الصين الشعبية هي أول شريك اقتصادي لغابون الغابون التي هي صناعة فرنسية وتمين شاون فرنسا أما ما يتعلق بالخطر الإرهابي فهذا يهدد كل المنطقة هذه المنطقة منطقة دول وسط أفريقيا أفريقيا الوسطى ويهدد كذلك المنطقة غرب أفريقيا لأن الجماعات الإرهابية القادمة من المزنبيق يعني الدواعش والذين بداية هذه السنة وجد تواجدهم كثير في نيجريا وفي منطقة الحدود الثلاثة في قاو يعني في مالي بين مالي والنيجر هدف كل هذه الجماعات وكذلك الجماعات التي توجد في شمال مالي هدفهم الحقيقي محاولة الوصول إلى خليج غينيا من أجل تعطيل والسيطرة على النقل البحري والتأذير لأن هناك الدول مثلا مجموعة دول وسط أفريقيا يوجد أنقولا ويوجد كذلك الغابون والشاد وغينيا الاستوائية وكونغو جمهورية الكونغو وهذه كلها دول مصدرة للنفط والجماعات الإرهابية المتطرفة تحاول أن تعمل نفس الإسقاط الذي حدث في التسعينات وفي بداية الالفية مع جماعة الشباب في الصومال وحاولت قرصنة السفن البحرية ناقلات النفط الخطر الإرهابي موجود موجود في المنطقة والمجلس العسكري له سياسة من ذلك لكي تعاونوا على الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا شيئا ما صامتة والصين هي أول متضرر من هذا التغيير الذي حدث في الغابون نعم أشكرك على هذه الإحاطة للمشهد في أرجابون وفي كافة الروافد المتعلقة بهذه المرحلة الدقيقة كنت معي من واكشنت المختار ويلد الشيل المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الأفريقي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر